السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التحالف المصري العراقي العظيم ضد تركيا واسرائيل معانا موضوع مهم جدا النهاردة يخص كل مواطن مصري وكل مواطن عراقي يعني حاجة كده بأمانة عظمة بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي متابعين قناة مصر ميديا اي بي قبل ما نبدأ عاوزيني صلي على الحبيب محمد فجروا زرار اللايك قبل ما نبدأ وفجروا زرار الاشتراك الاحمر خلينا نوصل الف لايك والف اشتراك على هذا الفيديو اكتبوا تحية مصر في التعليقات تحت اللي بيحب مصر يكتب تحية مصر في التعليقات تحت تعالوا نعرف تفاصيل الموضوع المهم جدا معانا النهاردة يسعى العراق الى مرضودات اقتصادية كبيرة عن ثرواته النفطية الهائلة من خلال مشروع عملاق اطلق عليها الشام الجديد بمشاركة مصر والاردن والعراق ضمن تحالف يتوقع احداث تغييرات تاريخية لم تشهدها المنطقة من قبل وصرح عضو البرلمان العراقي النائب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي في تصريح خاص لمراسلة سبوتنياك بان قمة السلاسية العراقية الاردنية المصرية يعول عليها كثيرا لان لها مرضودات ايجابية واقتصادية وتجارية عالية جدا بالنسبة للعراق اضافة الى علاقات جيدة مع الدول العربية ويبين الخفاجي بالاساس هناك قمة بين العراق ومصر ودخول الاردن جيد على هذا المشروع مشروع الشام هو منذ عهد رئيس الحكومة الاسبق حيدر العباني الذي وضع اللبن الاولى له ويقول الخفاجي ان العراق مورد للنفط ولديه ثروة نفطية هائلة وطاقات وبرامج مع مصر وعمان بالتالي الموارد المالية مع هذه البرامج من الممكن اذا اتحدت ستكون مرضودات اقتصادية لكل الاطراف وكشف الباحث العراقي في العلاقات الدولية سعدون ساعدي في تصريح لمراسلة سبوتنياك عن تفاصيل القمة السلاسية ومشروع الشام الجديد بين العراق ومصر والاردن ودوره في المنطقة مع طموحات وتطلعات الدولة العراقية فيه موضحا ان القمة السلاسية هي ليست وليدة اللحظة وانما مكملة للقاءات مؤتبر القمة السلاسي الذي عقد في القاهرة عاصمة مصر وعومان ابان الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وبالتالي هي تكملة على اعتبار ان العراق امتداده الاردن ومصر استراتيجيا وعلاقات تاريخية تربط هذه الدول واكمل الساعدي اضافة الى ذلك ان الولايات المتحدة الامريكية لها دور كبير في هذا الاتقاه كلا هما الاردن ومصر حليفين لها بالتالي ربط العراق معهما بمعنى ادق سيضاف لمنطقة الخليج العربي وهذا تضييق للخناق على ايران من خلال تشكيل الحلف السلاسي حتى لو كان غير معلن او التحالف اقتصادي بين الدول القمة العراقية المصرية الاردنية ويتابع ان العراق بحاجة ماسة الى الاردن كونها احد المنافذ البحرية والطرق البرية للعراق للاتصال بالعالم الخارجي واختتم الباحث في العلاقات الدولية مستقبلا العراق بحاجة الى الطاقة الكهربائية من مصر ومن مشاريع الاخ برجحا حال حصول حركة استثمارية في المدن العراقية ستكون هناك يد عاملة من مصر ومنوها الى ان الاطار العام للقمة السلاسية هو سياسي واضح وشارك رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى قاذمي يوم السلساء 25 اغسطس في القمة السلاسية بين العراق ومصر والاردن التي اوقضت في العاصمة الاردنية عمان وركزت القمة السلاسية على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول السلاس فضلا عن تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية ومباحثات حول الملفات الاقليمية وكلما من شأنه تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وكان رئيس الوزراء مصطفى قاذمي قال ان مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النصق الاوروبي ستم طرحه خلال القمة السلاسية المرتقبة بين العراق والاردن ومصر وقال القاذمي في حوار مع صحيفة واشنطن بوست اثناء زياراته الى واشنطن انه سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النصق الاوروبي على قادة مصر والاردن والذي من خلاله ستكون تضفقات رأس المال والتكنولوجيا اكثر حرية بضيفا انه سيسافر الى السعودية قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات السنائية واستعرض قادة الدول العراق ومصر والاردن خلال القمة تطورات مصاري الالية السلاسية في قطاعاتها المختلفة ونتائج الاجتماعات الوزارية والفنية القطاعية المستندة الى مخرقات قمة القادة السنائية التي عقدت في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في 12 سبتمبر العام الماضي واكد قادة قمة السلاسية في بيان تلقته مراسلة لسبوتنياك من وزارة الخارجية العراقية على اهمية تعزيز التعاون واعتماد افضل السبل والاليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على ارض الواقع وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة والاستفادة من الامكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الامن الصحي والغذائي والاقتصادي وشدد القادة على اهمية ان لا تحول تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد دون استمرار التنصيق والتعاون في قطاعات المستهدفة وضرورة ايجاد القنوات العملية الكفيلة بادامة التعاون السلاسي كما وجه قادة الوزراء المعنيين الى التركيز على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والاستفادة من دروس جائحة فيروس كورونا المستجد بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة وبحث القادة تطوير الالية السلاسية والمضابها نحو افاق ارحب من التعاون والتنصيق عبر مؤسسة الية التنصيق السلاسية بانشاء سكرتاريا تنفيذية يكون مقرها بالتناوب سنويا في احدى الدول السلاس على ان يكون مقرها لمدة عام من تاريخ هذا الاجتماع في وزارة الخارجية وشؤون المختربين في المملكة الاردنية الهاشمية المصدر معنا كان من سبوتنيا ومن الواضح والبين ان مصر والعراق والاردن هيقوموا بعمل شيء عظيم سلاسي هيضمن لهم يعني تقدم في الاقتصاد واضح جدا تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وإلغاء نظام الكافير رسميا في السعودية اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية منح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون اذن صاحب العمل ما انهى بذلك نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عاما وتضمنت هذه القطوة احلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة عملا برؤية رؤية المملكة 2030 التي تشتمل على اصلاحاتها الكلية تشهد السعودية وقالت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على تويتر ان المبادرة تتكون من ثلاث خدمات رئيسية وهي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للعامل وتشمل المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت قطع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق وطرفيا العلاقة التعاقدية على ان تدخل المبادرة حيث التنفيذ في الرابع عشر من مارس المقبل المصدر معنا كان من صحيفة الموجز منتظر رأي حضركم بخصوص هذا الخبر الهام تعالوا نشوف خبر تاني ومفاجأة صارة جدا من جامعة أكسفورد تفجر مفاجأة بشأن لقاح كورونا في نبأ مفاجئ أعلن مسؤول بجامعة أكسفورد البريطانية اقترى بها من الحصول على النتيجة النهائية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد وقال أندرو بولارد المسؤول عن إدارة الفريق العامل على تجربة لقاح كورونا أنه يمكن الحصول على النتائج النهائية قبل نهاية العام معربا عن تفاؤله بهذا الأمر ووفقا لشبكة سكاي نيوز عند سؤاله عن احتمال ترحي اللقاح قبل عيد الميلاد قال هناك فرصة ضئيلة وفي وقت سابق قالت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا إنها تستعد لإعطاء العاملين بالصحة لقاح كورونا قبل عيد الميلاد في حال جاهزيته وذكرت صحف بريطانية أن الأطباء الممارسين العاملين تم وضعهم على أهبة الاستعداد لبدء تطعيمهم بلقاح كورونا بدءا من ديسمبر المقبل يذكر أن لقاح أكسفورد لم يتم الموافقة عليه بعد وسيحتاج إلى إعطاء الضور الأخضر له بعد التأكد من أنه آمن وفعال قبل تقديمه للجمهور جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا إن شاء الله شوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر